موسيقى أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من الأخبار نبدأها بالعنوي شهداء في مجازر إسرائيلية جديدة في فجر اليوم الثاني من شهر رمضان في قطاع غدسة السهداف المتجدد لمنتظري المساعدة وانطلاق أول سفينة تحمل أمدادات من ميناء لارنكا موسيقى مقاومون يتصدون لاعتداءات الاحتلال في جنين ونابلس وقلقيليا وتولكر والفلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في الأخصى رغم إجراءات الاحتلال وأسلاكه الشائكة في محيطه موسيقى موسيقى صليات صاروخية ثقيلة من جنوب لبنان باتجاه مواقع الاحتلال غدات اعتداء على بعلبك أعلام إسرائيلي يصفها بالأكبر منذ عام 2006 وسيد نصر الله يبحث مع وفد من حماس آخر التطور عملية استهداف لسفينة بنوكيو الأمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة القوات المسلحة اليمنية تعلن فجرا استهدافها سفينة أمريكية في البحر الأحمر وتؤكد تصاعد عملياتها خلال شهر رمضان وغارات أمريكية بريطانية على صعدة والحديدة موسيقى الاستخبارات الأمريكية تتوقع استمرار مقاومة حماس لسنوات عديدة وتحذر من تأثير الحرب في غزة على الأمن العالمي وتقول أن الولايات المتحدة تواجه نظاما عالميا هشا موسيقى استمرار التظاهرات في رفاي إدلب وحلف المطالبة بإسقاط هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولان موسيقى السشد تسعة فلسطينيين وأصيب أكثر من عشرين آخرين بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات عند دوار الكويت جنوب غزة كما استشد ثمانية مواطنين في قصف الاحتلال منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية لم يهدأ في اليوم الأول من شهر رمضان على وقع تفاقم الأزمة الإنسانية حيث شن الاحتلال سلسلة غارات على مدينة غزة فيما استهدفت مدفعيته شرق خان يونس والحي السعودي غرب مدينة رفح ومنطقة الجعفراوي في مدينة دير البلح قصفت طائرات الاحتلال كذلك مخيمة جباليا شمالية قطاع غزة مراسل الميدين كان أفاد بأن الاحتلال دمر عددا من المربعات السكنية شمالا وجنوبا فيما أشهرت وزارة الصحة إلى أن أكثر من ألفي عنصر من الكادر الصحي شمال غزة لم يجدوا ما يفطرون عليه هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى 31212 بعد ارتقاء 67 شهيدا في سبع مجازر إسرائيلية خلال الساعات الماضية أكرم دلول مراسلنا من رفح جنوب القطاع ينضم لينا سبع الخير أكرم كيف تصف لنا الأوضاع في أول ليلة من شهر رمضان المبارك وصبيحة اليوم الثاني من هذا الشهر الفضيل على المستوى الإنساني على المستوى الصحي الغذائي وبطبيعة الحال على المستوى الميداني دعنا نبدأ من المستوى الميداني محمد حقيقة القصف الإسرائيلي لم يتوقف على قطاع غزة ولم تراعي قوات الاحتلال حتى حرمة الشهر الفضيل فيلاحظ أن هناك تكثيف للغارات وحتى عمليات القتل عبر سياسة استهداف المنازل المأهولة بالآمنين في أثناء الإفطار والصحور على غير ما جرى بالأمس في أكثر من منطقة من قطاع غزة وبالتالي القصف الإسرائيلي حقيقة سواء برا أو جوا أو بحرا ما زال يزهق أرواحا مزيد من الأبرياء هنا في قطاع غزة دعنا نبدأ من مدينة حمد الواقع غرب مدينة خان يونس التي تتعرض فيها الأحياء السكنية إلى التدمير وكذلك القصف المستمر هناك تدميرا لعدد من الأبراج السكنية في هذه المدينة التي كان يسكنها الألاف من المواطنين المعلوم بأن جيش الاحتلال توغل في هذه المدينة قبل عدة أيام وقد حاول أن يدخل إلى عمق هذه المدينة السكنية إلا أن المقاومة منعته من ذلك وبالتالي لجأ إلى سياسة تدمير ما تبقى من أبراج السكنية ومن منازل على هذا المربع مع العلم أن قوات الاحتلال كانت منذ اليوم الأول لبدء العدوان البري على مدينة خان يونس قد قصفت طائراتها الحربية معظم أبراج مدينة حمد السكنية كذلك تقوم الجرافات كما علمنا في مدينة حمد بعمليات تجريف واسعة النطاق للأراضي والمنازل الموجودة في هذه المنطقة كل ذلك يأتي في غمرة اجتباكات ضارية تخوضها المقاومة على هذا المحور الغربي من مدينة خان يونس مع قوات الاحتلال الإسرائيل هناك معطيات تشير إلى عدد من الشهداء داخل منازل محاصرة لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليها وسط قطع غزة كان فيه عدد كبير من الغارات الجوية الإسرائيلية وصل أحد عشر شهيدا بفعل الاستهداف الإسرائيلي لمنزل في دير البلح غرب المدينة تحديدا خلال ساعات الفجر في خان يونس وتحديدا من منطقة القرارة في الشمال الشرقي من المدينة انتشل قبل قليل أحد عشر شهيدا جراء الاتداءات الإسرائيلية أما في غزة والشمال فبالتأكيد الوضع لم يكن بأحسن حال فالغارات الإسرائيلية سمرت والمجازر ارتكبت بحق عائلات جديدة أما في رفح حيث نتواجد فالقصف الإسرائيلي سادف منزلا في الحي السعودي الذي نتواجد فيه بالمناسبة غرب المدينة حيث يتواجد عدد كبير من النازحين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء كذلك القصف المدفعي على شرق رفح لم يتوقف الوضع الإنساني حقيقة غاية في الصعوبة الأمور هنا كارثية بامتياز أهالي قطع غزة لا سيما في ظل شهر رمضان المبارك لم تجد منهم الكثير من العائلات لقمة العيش الخاصة بالصحور أو الإفطار وهناك بالتأكيد معاناة متفاقمة لدى هذه العائلات التي تعيش في خيام لا تصلح للحياة الأدمية الحقيقة الأوضاع هنا كل الكلام يعجز عن وصفها محمد لا سيما وأن هؤلاء الفلسطينيين من يحالفه الحظ منه يمكن أن يتدبر لقمة عيش أطفاله وعائلته أثناء الإفطار ببعض من المعلبات أو ما شابه ذلك وبالتالي هؤلاء كل التداعيات الكارثية بفعل الحصار وكذلك سوء التغذية باتت تظهر عليهم أما المجاعة في شمال قطع غزة فأدت إلى استشهاد ثلاثة أطفال جدد بحسب المصادر الطبية في مشفى كمال أدوان شمال قطع غزة ليرتفع عدد من فقدوا حياتهم من الأطفال والمرضى أكثر حول هذه التفاصيل في رسالة جالية في نوافذنا التالية شكرا لك أكرم دلول من رفح إلى ذلك انطلقت أول سفينة تحمل مساعدات إلى غزة أبحرت من ميناء لارنكا في قبرص وتحمل السفينة نحو 200 طن من الغذاء في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطع غزة في غضون ذلك تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للاحتلال على عدد من محاور القطع حيث تخوض اجتباكات ضارية جنوب مدينة غزة منذ ساعات الصباح الأولى كما تخوض اجتباكات شرق خان يونس وجنوبي أو جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة وشرق دير البلح وسط القطع من جهتها أعلنت سرايا القدس قصف مقر قيادة وسيطرة للاحتلال جنوب مدينة غزة كما أعلنت تنفيذ عملية مشتركة مع مجموعات الشهيد عمر القاسم جرى خلالها سداف تجمع لجنود الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة إلى ذلك نشرت كتائب القسام فيديو بعنوان إهداء إلى أرواح شهداء الضفة الغربية والداخل المحتل يظهر مقاتلي القسام خلال تجهيزهم لصليات صاروخية بسم الله الرحمن الرحيم هذه الراجمة في ميزان حسنات الشهيد خيري عليكم هذه الراجمة في ميزان حسنات الشهيد عدية تمي لن ننسى دماء شهداءنا وننسى أسرانا وأحينا في القدس والضفة الثمانية والأربعون وفي الضفة الغربية يتصدى مقاومون في هذه الأثناء لقوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت صباح اليوم لمدينة جنين ومخيمها وكانوا المقاومون تصدوا كذلك لاعتداءات قوات الاحتلال في قلقيليا وتول كارم ونبلس يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال حملة الاعتقالات والمداهمات في بلدة عريفة جنوب نبلس حيث اعتقلت عددا من الشبا وكان استشهد الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من بلدة عرابة جنوب جنين والشاب توفيق عيد عوى فواز حسين متأثيرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال شمال تول كارم الى ذلك اعلنت سرايا القدس كتيبة تول كارم استهدافها جرافات وآليات عسكرية اسرائيلية فيما اعلنت كتائب شهداء الاقصى تفجير جرافة اسرائيلية من نوع دي ناين في مخيم تول كارم وتحقيق اصابة مباشرة كذلك القى مقاومون قنبلتين يدويتي الصنع باتجاه معسكر قبة رحيلة الاسرائيلي مقابل مخيم عيدة شمالية بيت لحم كما اندلعت اجتباكات بين شبان وقوات الاحتلال على حاجز مخيم شعفات في القدس حيث اغلقت قوات الاحتلال الحاجز في كلال اتجاهين فيما رشق شبان المركبات مصوطنين بالحجارة قرب بلدة مرداء شمال سلفيت وفي القدس المحتلة ادى فلسطينيون صلاة الفجر في اليوم الثاني من شهر رمضان متجاوزين الاغلاقات والاسلاك الشاكة التي وضعتها قوات الاحتلال في محيط المسجد الاقصى من جهة باب الاصباط وقال محافظ القدس ان هذه سابقة تاريخية تجري لاول مرة منذ عام سبعة وستين وكان نحو خمسة وثلاثين الف فلسطيني قد ادوا في رحاب المسجد الاقصى على رغم تضييقات الاحتلال وفق ما اكدته دائرة الاوقاف الاسلامية واصط دعوات الى النفير العام والرباط في المسجد يأتي ذلك تزامنا مع اسنفار امني تشهده الضفة الغربية ومدينة القدس في ظل نشر اسرائيل قوات كبيرة تحاسبا لعمليات للمقاومة خلال شهر رمضان المبارك 23 كتيبة نشرها جيش الاحتلال الاسرائيلي في انحاء الضفة الغربية في مقابل 12 تعمل في غزة اضافة الى نشر المئات من افراد قوات الشرطة وحرس الحدود في مدينة القدس بحلول شهر رمضان المبارك هوس امني عززه اعلان اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية وجود مئات التحذيرات من امكان وقوع عمليات للمقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة هذه عمليات الهدف منها محاولة كبح جماح المقاومة المتصاعدة وهذا يعني يؤشر الى مدى الاحتقان الذي تعيشه الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة الضفة الغربية وامتدادا حتى 48 فيما اذا تعلق الموضوع بالقدس والاقصى والعدوان الاحتلالي للضم والسيطرة والاستيطان والتهويد اعتقد الوضع يحتقن وعلى وشك الانفجار قوات الاحتلال عززت وجودها عند مداخل مدينة القدس وفي البلدة القديمة التي وضعت فيها حواجز متنقلة ومتاريسة حديدية كذلك عززت انتشارها في محيط المستوطنات في الضفة الغربية والشوارع فئيسة في وقت واصلت اقتحامها المدن والقرى والمخيمات في حملات غير مسبوقة لاعتقال من تشتبه بإمكان تنفيذهم عمليات مقاومة أو تحريض عليها الاجراءات التي تتخذها لا تشكل حل لهذه الخشية ولا لهذا الخطر من عمليات العمليات ثبت عبر الأسبوع الأخيرة وعبر الأشهر الطويلة ويحب حتى عبر تجربة شعبنا لا يمكن منعها بالكوة العسكرية وانتشار الكوات وحيانا يكون انتشار الكوات سبب الاحتكاءك والزيادة العمليات لذلك الحل هو بوقف الحرب فورنا الغزة رفع هذا الحصار انهاء الكالثة والمجاعة اللي حادثة هناك وأيضا فتح حفوك السياسي لشعبنا في الضفة وفي كل مكان وبحسب مسؤولين فإن استمرار اعتداءات شرطة الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه أيام الجمعة قد يفجر الأوضاع في القدس والمدن الفلسطينية نشر آلاف الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس المحتلة بحسب مراقبين لن يوقف العمليات المقاومة خصوصا المنفردة منها بل قد يزيد من التوتر والتصعيد في مناطق التماس وفي القدس المحتلة نسر سلمي رام الله الميادين استقبل الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وفدا من حركة حماس برئاسة القيادة في الحركة خليل الحية وجرى خلال اللقاء استعراض واخر التطورات على المستوى الميداني في قطاع غزة والضفة ومختلف جبهات العسناد وكذلك مجريات المفاوضات القائمة من أجل التوصل إلى وقف العدوان على غزة وتحقيق شروط المقاومة التي تخدم الشعب الفلسطيني وقضيته إلى شمال فلسطين المحتلة حيث اطلقت صباح اليوم صليات صواريخ باتجاه إصبع الجليل وفق ما أفاد به مراسل الميادين من جهتها نقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن جيش الاحتلال أن مئة قذيفة صاروخية أطلقت على إسرائيل في صليتين مختلفتين صباح اليوم مشيرة إلى أن صلية الصواريخ هي الأفقل منذ بدء الحرب في الشمال كما أن كميات إطلاق الصواريخ هي الأكبر من لبنان باتجاه إسرائيل منذ عام 2006 تأتي ردا على الهجوم الإسرائيلي يوم أمس في منطقة بعلبك حول آخر الأخبار حول هذه الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة قضاء بعلبك وأيضا على أواقع الجبهة في جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة حسين السيد مراسلنا في جبل لبنان ينضم إلينا حسين السيد والمزيد من التفاصيل نعم محمد يعني تصعيد كبير رصدناه منذ ساعات الصباح الأولى تمثل بإطلاق رشقات صاروخية كبيرة باتجاه الجولان المحتل وأيضا الجليل الشرقي هذه الرشقات الصاروخية أطلقت على دفعتين وبتوقيت غير متزامن هناك ما يقارب الساعة بين الرشقة الأولى والرشقة الثانية هذه الرشقات الصاروخية قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنها وصلت إلى حدود المئة صاروخ أطلقت باتجاه هذه المواقع الإسرائيلية بالطبع ننتظر بيان بشأن طبيعة الأهداف التي ضربت بهذه الرشقات الصاروخية ولكننا نتحدث عن رشقة أو رشقات ضخمة أطلقت من لبنان وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه تصعيد الأخطر أو كثافة النيران الأكبر منذ عام 2006 ولكن رغم ذلك محمد نحن نتحدث عن رشقات صاروخية تستعمل المقاومة حتى الآن صواريخ الكاتيوشة هذه الصواريخ التي تطلق أو التي تمتلكها المقاومة منذ بداية انطلاقتها ومنذ بداية عملياتها تجاه المستوطنات الإسرائيلية ونحن نتحدث عن قدرات قليلة جدا مما تمتلكه المقاومة اليوم تستعملها في هذه المواجهة ولكن أيضا هذه القدرات القليلة وهذه الصواريخ التي تمتلكها المقاومة منذ زمن بعيد لا تزال فعالة جدا حقيقة وتصل إلى أهدافها بشكل كبير وتحيد القبة الحديدية بشكل كبير منذ أيام فقد رصدنا إطلاق رشق صاروخية من 30 صاروخة تقريبا باتجاه مع علي قولان هذه الرشق وصلت إلى أهدافها معظم الصواريخ سقطت في الأهداف المحددة لها فيما فشلت القبة الحديدية في اعتراض هذه الصواريخ وقد شاهدنا الفيديوهات التي نقلت على وسائل الإعلام الإسرائيلية كيف فشلت صواريخ القبة الحديدية في اعتراض صواريخ المقاومة وعد عن ذلك سقطت بعض صواريخ القبة الحديدية على أطراف المستوطنات الإسرائيلية إذن نتحدث عن تكتيكات جديدة تتبعها المقاومة وتكتيكات فعالة تتبعها في إطلاق هذه الصواريخ تجاه المواقع الإسرائيلية وبالتالي تحقيق أكبر قدر من الخسائر المادية والبشرية في هذه الصليات الصاروخية تجاه المستوطنات أو تجاه المواقع الإسرائيلية التي يتم قصفها عبر هذه الصليات الصاروخية الضخمة التي أطلقت من لبنان ونذكر بأن هذه الصليات تأتي بعد اعتداء إسرائيلية البارحة طال أطراف بلدة أو مدينة بعلبك بغارتين إسرائيليتين بعدة صواريخ استهدفت مناطق متفرقة في أطراف مدينة بعلبك إذن هذا التصعيد الأكبر حتى اليوم أيضا رصدنا إطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه مستوطنة الملكية هذه المستوطنة التي طالتها نيران المقاومة صباحا وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه مستوطنة الملكية بانتظار أيضا توضيح طبيعة هذه الأهداف ولكن على ما يبدو أن هذه الصواريخ طالت تجمع لجنود الاحتلال داخل المستوطنة الملكية وهذا يدل المحمد على قدرات رصد كبيرة تمتلكها المقاومة عن طبيعة التحركات الإسرائيلية على طول خط هذه الجبهة وبالتالي رصد هذه التحركات وضربها مباشرة ونحن نتحدث عن رصد وتربص من قبل المقاومين مقابل هذه المواقع الإسرائيلية مقابل هذه المستوطنات الإسرائيلية عندما يحدث أي تحرك جديد لقوات الاحتلال أو تحرك مستحدث لهذه القوات تقوم بضربها مباشرة كما جرى البارحة أيضا في خراج أو عند موقع المرجع الإسرائيلي عندما كانت تقوم قوة إسرائيلية بمحاولة تركيب أجهزة تجسسية قامت المقاومة فورا بضرب هذه القوات الإسرائيلية إذن نحن نتحدث عن رصد كبير على طول خط هذه الجبهة من قبل المقاومة وأيضا مقابلة التصعيد الإسرائيلي بتصعيد كبير وذلك بإطلاق رشقة صاروخية أو رشقات صاروخية مكثفة ومديات جديدة لهذه الصواريخ وبالتالي إدخال مستوطنات ومواقع وقواعد إسرائيلية جديدة في خط النار التي تطاله المقاومة الإسلامية في لبنان وهذا ردا على التصعيد الإسرائيلي عدا عن ذلك كان هناك بعض الاعتداءات اليوم خصوصا عبر الاعتماد على الطيران الحربي الإسرائيلي أخيرها استهدفت أطراف بلدة عيدا الشعب غارة أخرى أيضا استهدفت أطراف بلدة حولة من جهة وادي أسلوقي وكان هناك غارة على وادي برغز هذا الوادي الذي يقع في قضاء بلدة حصبية عدا عن قصف ادفعي في أطراف بلدات حولة وكفر كلا محمد شكرا جزيلا لك حسين السيد مراسلنا من جنوب لبنان وكانت قوات الاحتلال أغارت ليلة أمس على محيط مدينة بعلبك في لبنان حيث أفاد مراسل الميادين باستشهاد مواطن وإصابة تسعة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت محيط مدينة بعلبك مراسل الميادين أوضح أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مبنى في دورس قرب مدينة بعلبك ومزرعة تبعد نحو خمسة عشر كيلو مترا عن المدينة المقاومة الإسلامية كانت أعلنت استهدف مقر الدفاع الجوي الصاروخي للاحتلال في ثكنة كيلعب أربع مسيرات انقضاضية وستهدف موقع جل العلام وموقع السماقة في تلال كفر شوبة لبنانية المحتلة كما أعلنت تصديها لمسيرة إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة المقاومة أعلنت كذلك قصف تجمعات لجنود الاحتلال في تلة الطيحات ومحيط موقع الراهب وستهدف مربض للمدفعية في خربة ماعر وانتشار لجنود الاحتلال في محيطه إضافة إلى استهداف مجموعة من الجنود عند تركيبها تجهيزات تجسسية جديدة في موقع المرج المقاومة الإسلامية في لبنان نشرت مشاهد من عملية استهداف موقع الراهب التابع لجيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر المقاومة الإسلامية في لبنان نشرت كذلك مشاهد من عملية استهداف عددا من المستوطنات والمواقع التابعة لجيش الاحتلال شمال فلسطين ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولن يستطيع الصهاينة أن يسحق المقاومة في غزة لا يستطيعون أن يدمروا البنيان بالكامل لكن لا يستطيعون أن يدمروا إرادة المقاومين من أبناء غزة على الأطباء نبقى في لبنان حيث شيعت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية الشهيد حسين هلال درويش في بلدة هشحيم في إقليم الخروب في جبل لبنان والذي كان استشهد على طريق تحرير الأرض والقدس وفلسطين درويش ارتقى شهيدا بغارة لطائرة إسرائيلية أولا من أمس مع رفاقه في خراج بلدة الهبري في جنوب لبنان بعد عودتهم من تنفيذ مهمة عسكرية ضد أحد المواقع الإسرائيلية المقابلة فيما سيشيع رفقها الشهيدان محمد رياض محيدين ومحمد جمال إبراهيم اليوم في بيروت أنه فلسطين مش قضية أهل غزة فلسطين ودم الغزة وهو دمنا ودمائنا نحن العرب والمسلمين دم وحدي اللي عم يوجع بغزة عم يجعني وأنا قدمت ابني على هذا المقام العالي الرفيع لأجل الأقصى كيف لأه؟ ونحن المعركة معركة طفان الأقصى فنحن نحزن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن العين لا تدمع وأن القلب لا يحزن وأن على فراققه يحسن هلال درويش لمحزنون في شأن لبناني آخر قال وزير الثقافة لبناني ويسام مرتضى أن العقاب الذي فرض على الأخت الراهبة ما يزيد هو الموقف السياسي المحض لا دعوتها إلى الصلاة من أجل الآخر وفي منشور على منصة أكس أكد مرتضى أن التربية تشمل تنمية الشعور الإنساني والوطني في نفوس التلميذ وتدريب ضمائرهم على التعاطف مع أبناء وطنهم ضد أعداء الإنسانية وشدد على أن أساس المواطن الحق يكمن في المشاركة بين أبناء الوطن في الآلام والأمان ينضم إلينا النائب في البرلمان اللبناني عن منطقة الجنوب السيد الياس جرادي صباح الخير دكتور يعني لعل المواقف التي وجهت بها الراهبة مايا زيدي جراء موقفها الذي تلته أماما ثل من التلامذة في أحدى المدارس وهو يلقى المزيد والمزيد من ردود الفعل الصاخبة والشاجبة حول طبيعة والمصطلحات التي وردت في العديد من الحمالات التي شنت ضدها بداية كيف تقرأ ما تفضلت به الراهبة مايا زيدي سيما وأنها كانت تتوجه به إلى جيل من المفترض أن يكون يتربى على أساس السيادة والاستقلال والمواطنة والعديد من المصطلحات التي يفترض بالأجيال أن تنشأ عليها الصباح الخير عبد تسمعني نعم تفضل دكتور صباح الخير لألكم لك المشاهدين بهالموضوع هذا لا بد من الإشارة لعدة مواضيع أساسية أولاً تفضلت فيه الأخت الفاضلي مايا زيدي هو من صلب العقيد المسيحي وكيف لا والسيد المسيح هو اللي قال أنا جئ لكل مظلوم لكل مشرب لكل جريح لكل أم تفقد أبنائها لكل المساكين فهذا التبني ما تفضل فيها الأخت مايا هو صلب العقيد المسيحي ولا يمكن العقيد المسيحي إلا أن تشبه هذا الموقف وكيف لا ونسمع كل يوم استغاثة المطارنة ورجال الدين المسيحيين في كنيسة القيامة في فلسطين والتي تعالي ما تعانيه من همجية العدو الإسرائيلي أضف هي ليست قضية مسيحية فقط هي قضية أنسانية موقف الأخت مايا إلى حد ما يتماهك مع كثيرين من اللي أخذوا الموقف الإنساني بالعالم شفنا جنوب أفريقيا مناصرتها شفنا الدولة البرازيلية وشعبة ومناصرته لها القضية المحقة هذه فشفنا أيقونة الإنسانية سميناها أرنولد بوشنر وهو يمكن إجاء من قلب العقيد المسيحية كمان لإدء إنسانيته وإيمانه ما قدر يتحمل الظلم اللي عند يسير بشعب فلسطين وسلب حقوقه وهذا الظلم مش بس وليدة لحظة هذا منذ عقود يمارس وهو ليس ظلم بس على الشعب الفلسطيني هو ظلم بالعقيد الإنسانية وبالروح الإنسانية الثانية هي استباحها للروح الإنسانية فكيف لا يكون لنا موقف كموقف الأخت مايا أضف هناك القضية الوطنية ونحن نسعى إلى توحيد الشعب اللبناني حول قضية واحدة وهم واحد احتضان شعبه وشبابه والدفاع عن وطنه وتربية أجياله على قضية واحدة ونحن قلنا هالاعتداء لو كان بحيال له منطقة بلبنان أو حيالله قبيلي بلبنان أو حيالله طائفي بلبنان سوف يكون لنا نفس الموقف فكيف بيكون في صد لهيك موقف أكثر هناك القضية الديمقراطية القضية الديمقراطية وكيف يكون هذا قمع نوع من قمع وكم الأفواه للرأي اللي قد يخالف رأينا علماً الرأي المسيحي بما كان والأفعال اللي عندوها هني بما كان آخر لحتى ما نقول المسيحيين هني متبنيين ما فعلوها أو ما أخذوا من إجراءات بأخت مايا هذا القمع اللي مورس لأنه في شخص خالف رأيهم بالسياسة وهن اللي يدعون المظلوميين بالقمع هيدا فهذا قد يؤسس إلى قمع آخر فكمان الحذير منه أكثر وأكثر أما التحجج بأنه هناك أكثرية من أهالي الطلاب هي اللي طلبت أنه مبد أولادهم يتربوا على هايك فكر نحن بس للتفكير والتاريخ الناصع الأكثرية هي التي صلبت المسيح لما صوتوا طلب منهم يصوتوا لمين بدون البراءة للسيد المسيح أو للآخر المجلم الأكثرية صلبت المسيح بهذاك الوقت ولكن نحن نقول المسيح صلب نعم وإنما بعد صلبه قد تحول إلى فعل قيامي وكنيسي وإيمان كذلك بعد ما تعرضت إلى الإخت مايا لابد أنها تحولت إلى كنيسة مشرقية وطنية جامعة تضم كل الأحراق في هذا الوطن ولو باختصارها فقل من دقيقة ساعة النائب هل ما تفضل به الأخت الراهبة مايا زيدي لهو فعلا يمثل النبض الحقيقي لدعم أو للسير على مسار ودرب تحرير كنيسة القيامة وبالتالي تحقيق هذه المبادئ والسير على هذا النهج الذي كنت تفضل الحديث عنه؟ مهما كان فيه كم للأفواه ومهما كان فيه ضخ إعلامي وقمع إعلامي لعم نشوفه نحن قمع إعلامي وتحويل الرأي العام اللبناني كما نرى تحويل الرأي العام العالمي لعم يصير قمع بالإعلامي بديمقراطية زائفة وللأسف هذا هي لعم تمارسه وإنما الحقيقة بما كان وما يحاولوا أن يصنعوه بالحقيقة هو بمكان آخر نعم إذا بتحكي مع كل الشعب والضمير اللبناني والمسيحي بخاص هو يستشيط غضبا ومتعاطف كما عبرت عنه الأفواه شكرا لك كان في البرلمان اللبناني عن منطقة الجنوب ألياس جرادي شكرا جزيلا لمشاركتك معنا إلى اليمن أو إلى مرسلنا محمد الساحلي من منطقة بعلبك سبع الخير محمد يعني لعله الاسهداف الإسرائيلي بالأمس لنطاق منطقة ومدينة بعلبك تحديدا كان أخذ الكثير من ردود الفعل ويعني يتم قراءته من أكثر من زاوية قبل أن تعلن المقاومة بطبيعة الحال عن ردها بعدد من صليات الصواريخ حول هذه العملية التفاصيل معك محمد هل تسمعني نعم محمد هي غارة إسرائيلية حصلت هنا جنوب مدينة بعلبك تحديدا نحن هنا في منطقة دوريس المنطقة الجغرافية التي تربط بلدة دوريس بمنطقة أنصار تبعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة بعلبك هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بصاروخين هذه المزرعة هنا خلفي تماما وهذا المبنى والذي نرى أنه لا يبعد عن منازل لمدنيين سوف أخرج من الشاشة لكي نلاحظ نحن وإياك هذا المبنى المدمر بالإضافة إلى وجود أبنية سكنية تم نقل منها بالأمس أربعة جرحة من الجنسية اللبنانية بالإضافة إلى هذه الخيام التي تشاهدها معي في يمين الشاشة تحديدا هناك خيام للنازحين السوريين تم نقل خمسة جرحة من هؤلاء أيضا أصيبوا في الغارة شهيد ارتقى بالأمس هو مصطفى غريب مدني لاعب قرة قدم في بعلبك بالإضافة إلى أنه شاب طموح ويعمل كمصور كما علمنا بالإضافة محمد إلى ما حصل هنا في منطقة دوريس وتحديدا في جنوب مدينة بعلبك سوف نحاول قدر الممكن أيضا الاستدارة بالكاميرا باتجاه السفح الغربي كما تشاهد معي عند هذه السلوج وتحديدا في أسفل هذا الجبل المطل علينا تماما هناك الغارة الثانية التي حصلت على بعد خمسة عشر كيلو مترا غرب مدينة بعلبك نتحدث عن غارة طالت أيضا مبنى في منطقة محيط شمصطار لجهة بلدة طارية الغارة هناك لم تسفر عن سقوط أي شهداء وجرحة بالمناسبة محمد للتذكير أن مدينة بعلبك وخلال خمسة عشر يوما تتعرض هذا هنا للاعتداء الثاني في محيط المدينة الاعتداء الأول كان حصل في مزرعة في حوش تل صفية بالإضافة إلى مزرعة أخرى في سهل عدوس الاعتداء الذي حصل في الماضي أدى إلى إصابة أربعة جرحة مدنيين أيضا بالإضافة إلى ارتقاء شهدين لحزب الله بالإضافة إلى كل ما حصل محمد نتحدث أيضا عن بقعة جغرافية واحدة كان هناك أيضا بفترتين متزامنتين بأيام استهداف لمسيرة إسرائيلية استهدفت في المرة الأولى شاحنتين في منطقة القصير القريبة من منطقة الهرمل وتحديدا في أقصى البقاعة الشمالي نعى حزب الله في حينها شهدين وكان بعدها بعشرة أيام أيضا استهداف لشاحنة في منطقة النهرية القريبة من الحدود اللبنانية وأيضا عادوا حزب الله نعى شهيدا في هذا الاستهدام إذن نتحدث عن بقعة جغرافية خلال شهر واحد تعرضت إلى أربعة اعتداءات إسرائيلية اليوم حزب الله أيضا رد على هذا الاعتداء كما ذكر الإعلام الإسرائيلي أن هناك حوالي مئة صاروخ أطلقت باتجاه الأراضي المحتلة وربما هنا الربط محمد هو بين المسافة التي تبع عن أقرب نقطة للاحتلال الإسرائيلي نتحدث عن أن بعلبك تبع عن أقرب نقطة في البقاع الغربي هي مئة كيلومتر شكرا لك محمد ساحل مرسل الميادين من بعلبك إلى اليمن حيث أعلنت القوات المسلحة أن القوات البحرية استادفت السفينة الأمريكية بينوكيو في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وأصابتها بشكل دقيق المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع أكد في بيان صد حط به مآذر المساجد في العاصمة اليمنية صنعاء بحسب ما أفاد به مرسل الميادين استمرار القوات المسلحة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حيث وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة بنوكيو الأمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية سوف تتصاعد بعون الله تعالى خلال شهر رمضان شهر الجهاد نصرة ودعم وإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم إلى ذلك فاد مراسل الميادين بشن العدوان الأمريكي البريطاني ثماني عشرة غارة ليلة أمس على محافظتي الحديدة وصعدة في اليمن من جهتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكي أن أنصار الله أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه سفينة ترفع على مليبيريا في البحر الأحمر وقالت أن الصاروخين لم يصطدم بالسفينة بينوكيو ولا تقارير عن إصابات أو أضرار وأشارت لأنها نفذت أمس ستة هجمات ودمرت مسيرة تحت الماء وثمانية عشر صاروخا بمناطق سيطرة الحوثيين بحسب مجاء في البيان الأمريكي إلى العراق حيث أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مطار بنغوريوم بواسطة طائرات المسيرة وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان استمرارها في دك معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ومصرة لأهل غزة وردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العدسل حذر تقرير للاستخبارات الأمريكية من خطر التصعيد الإقليمي في الحرب في غزة وتوقع التقرير استمرار المقاومة المسلحة لسنواته وتراجع الدعم لإسرائيل بما فيه الدعم الأمريكي ويشكك التقرير في قدرة نتنياهو على البقاء كزعيم ويقول إن اتلافه الحاكم معرض للخطر ويتحدث عن اتساع حالة عظم الثقة بقدرة نتنياهو على الحكم لدى الجمهور هذه الأزمة في غزة تشير إلى أن التطورات الإقليمية يمكن أن يتسع نطاقها ما زلنا نعتقد بأن حزب الله وإيران لا يريدان التسبب في تصعيد الصراع الذي يجرنا إلى حرب شاملة ومع ذلك دخل الحوثيون الحرب ليصبحوا من أكثر الجهات الفاعلة في الصراع والجماعات المتحالفة مع إيران في العراق وسوريا تهاجم قواتنا وتركز على الولايات المتحدة أكثر من إسرائيل كما تحدث مدير السي اي اي عن الطروحات لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مع احتمال تمديدها وفي أثناء كلمة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز بشأن دعم أوكرانيا قاطعه أحد المحتجين على العدوان الإسرائيلي على غزة صارخا ومطالبا بوقف العدوان والإبادة بحق الأطفال إسرائيل تبيد الشعب الفلسطيني الأطفال يتدورون جوعا حتى الموت لا تدعم إبادة الشعب الفلسطيني أوقفوا إرسال الأسلحة إلى إسرائيل توقفوا عن دعم إبادة الأطفال أعلنت إيران وروسيا والصين بدأها اليوم تدريبات مشتركة تحت اسم حزام الأمن البحري 2024 وتستمر حتى الخمس عشر من الشهر الحالي بالقرب من خليج عمان البلدان الثالثة أكدت أن هدف التدريبات هو العمل على سلامة النشاط الاقتصادي البحري في هذا الصياق أفذت وزارة الدفاع الروسي أن مجموعة من سفونها الحربية وصلت إلى إيران للمشاركة في التدريبات بدورها لفتت وزارة الدفاع الصينية إلى أن بكين سترسل سفينتين مزودتين بصواريخ موجهة وسفينة إمداد من جهتها أشارت وكالة تسليم الإيرانية إلى أن هذه المناورات ستشارك فيها الوحدات العائمة والطائرات التابعة للبحرية الإيرانية إلى سوريا حيث كشف القيادي السابق في هيئة تحرير الشام جهاد عيسى الشيخ المعروف بأبو أحمد زكور ارتباط زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني ومسؤول الملف الأمني في الهيئة أبو عبيدة بالتحالف الأمريكي وفي سلسلة تغريدات على منصة أكس قال عيسى الشيخ عقب هروبه من إدلب أن التحالف الأمريكي استهدف أكثر من مرة شخصيات من جماعة حراس الدين وهي فصيل مسلح تشكل من بقايا داعش في شمال سوريا بعد أن طلب أبو عبيدة معلومات عنهم وعن مواقعهم وتستمر التظاهرات في عدة تاقرا وبلدات من شمال غرب سوريا للمطالبة بإسقاط إدارة هيئة تحرير الشام وإمارة زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني وفي أول أيام شهر رمضان تظاهر العشرات في بلدات بنش وتفتناز وأرمناز وفي ريف إدلب كما خرجت تظاهرات في بلدة دارة عزي في ريف حلب الغربي المتظاهرون طالبوا بإخراج الهيئة نهائية من ريف إدلب وبالإفراج عن المعتقلين وبوقف انتهاكات عناصر الهيئة حول هذا المشهد وما يدور في إدلب ينضم إلينا محمد الخضر مراسلنا مرحبا بك محمد لو تضعنا في صورة آخر المعطيات الميدانية إذا ما يجري في ريف إدلب صباح الخير في الواقع الليلة الماضية شهدت مظاهرات واسعة خرجت المظاهرات في بنش وتفتناز وأرمناز وهذه مناطق تقع في محيط مركز مدينة إدلب بعد صلاة الترويح بالأحرى خرج الآلاف في عدة مواقع نفس الشعرات ونفس العنوين التي رفعت في المظاهرات الكبيرة والضخمة التي جرت يوم الجمعة إسقاط الجولاني حل الجهاز الأمني وأطلاق صراحة المعتقلين أيضا كان هناك مظاهرات لافتة في دارة عزة في ريف إدلب الغربي وهناك تحركات ومشاحنات جرت في مدينة الباب من متظاهرين ضد مجموعة تسمى أحرار علان هي تتبع أو توالي الجولاني بشكل واضح ما يشير إلى بقعة زيت كبيرة بدأت تنتشر في كل المناطق الواقعة في إدلب أو حتى في ريف حلب التي تعارض الجولاني واقع الأمر اليوم أو يوم أمس جرت أيضا في ساعات الليل دعوات لاستمرار مثل هذه التظاهرات هناك دعوات الليلة من أجل أن تكون هذه المظاهرات في مناطق أوسع وكان لافتا أيضا مدينة الدانة مدينة الدانة لها أهمية في إدلب على اعتبار أن جبهة النصرة عندما سيطرت على هذه المحافظة انطلقت من هذه المدينة أي أنها كانت مركز أساسي لجبهة النصرة ثم هي تحرير الشام كما تعرف التطور الآخر اللافت في واقع الأمر هو ما يتصل بما ذكره أبو أحمد زكور وهو المسؤول المالي السابق ربما الرجل الثاني أو الثالث في تنظيم هي التحرير الشام في سلسلة تغريدات واضحة أشار فيها إلى أن الجولاني لديه ارتباطات تجسسية مع قوات التحالف الدولي وأن هناك إبلاغ أو دلالة على قيادين بالمجموعات المسلحة القاعدية التي كانت تنتشر في مناطق عفرين أو حتى في مناطق ريف حلف الغربي وتم استهدافها من قوات التحالف هذا الإعلام في الواقع له تدعيات كبيرة لما يشكله زكور ضمن هي التحرير الشام له امتدادات كبيرة قبل أن يهرب باتجاه منطقة نبع السلام لذلك هي كرة الثلج في الواقع تتتحرج تتسع يوميا الخلافات والانشقاقات وحتى ما يشير إلى اتساع رقعة التظاهرات رغم القبضة الأمنية الكبيرة لهي التحرير الشام داخل مدينة إدلب حيث بالأمس أيضا خرجت النساء للمطالبة بالمعتقلين وحتى الأرياف المحيطة بهذه المدينة شكرا لك محمد الخضر مرسلنا من دمشق ومع هذا نصل وإياكم مشاهدين الكرام لختم هذه النشرة للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نات باللغات العربية والانجليزية والاسبارية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر